وصل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وصل إلى جمهورية فرنسا لحضور منافسات أولمبيال باريس 2024 والتي تقام حتى الحادي عشر من غسطس الجاري كما وصل برفقة سموه سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وكل من أنجال سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وسعدت الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسفير مملكة البحرين لجمهورية فرنسا سعدت السيد عصام عبد العزيز الجاسم وسعدت السيد فارس مصطفى الكوهيجي الأمين العام للجنة الأولمبية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أعرب عن سعادته بحضور هذا الحدث الرياضي العالمي مشيرا إلى أهمية دعم الرياضيين البحرينيين المشاركين في الأولمبياد وأكد سموه أن مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بالقطاع الرياضي وتسعى دائما لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الدولية كما أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 معربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة من الألعاب الأولمبية متمنيا لكافة المنتخبات الوطنية المشاركة التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر